كما أشار الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلا أن الصانع المصري يتمتع بخبرة وكفاءة ولديه القدرة على فتح أسواق عالمية في الخارج وأكد مدبولي العمل على تسهيل الإجراءات لتشجيع الصناعة والاستثمار ومضعفة الموارد الدولارية من خلال توطين الصناعة والعمل على تعزيز التصدير إحنا شوفنا النهاردة مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصانع يعني بدءا من المصنع الأول الخاص بصناعات البرسلين والحقيقة مصنع على أعلى مستوى رحنا مصنع للأدوية برضو من أكبر المصانع اللي بتصدر ورحنا بعد كده الحقيقة عدد من المصانع المتخصصة في صناعة المنسوجات والفرش والحاجات البليستيكية وكل الكلام ده وانتهينا هنا في منطقة مرغم واحد ومرغم اثنين وقبلها زي ما قلت وحركم شفتوه كان في المنطقة الحرة أهم حاجة إن الحقيقة الصانع المصري لا ينقص ولا الكفاءة ولا الخبرة وقادر إن هو يفتح أسواق عالمية في الخارج وبالتالي يعني إذا كنا بنتكلم إن إحنا عندنا قدرة على مضاعفة الصادرات بتاعتنا لا ده فعلا الكلام ده قابل للتطبيق وبأسرع كثيراً مما إن إحنا حتى نحنر